موسيقى فإذن بيتكلم عن دوافع الإنسان بيتكلم عن النية في داخل الإنسان في موضوع الصلاة فعندما تصلي تقول أبانا الذي في السموات أنت بتصلي كابن بتصلي كبنت فلا يحق للأشخاص اللي ما اختبروا الولاد الجديدي اللي اختبروا عمل الروح القدس في حياتهم أن يصلوا للآب لأنه الآب بيكون آب إذا أنت ابن وإذا أنت ابن معناته فيه آب فيه علاقة فيه شركة حميمة بينك وبين الآب فإذن هاي الصلاة الشخصية عدا أنه صلاة جماعية سواء بالكنيسة في البيت في العيلة في المجتمع لكن أنا بصلي لأنه في عندي علاقة حميمة بفكر بالكلمات بفكر في كل شيء الله تكلم إلي من خلال المعاني العميقة في هذه الصلاة الربانية اللي هي تعتبر اختصار لكل الصلوات يعني أنت إذا بدك تصلي وتتعلم الصلاة هذا هو النموذج اللي فيك تصلي مثله وتتمثل به ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر